الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره من العدم وقدر رزقه وأجله وعليه بكأس المنون قد حكم وقضى عليه إما بالسعادة وإما بالشقاوة وقد حكم بذلك وما ظلم أحمدوه سبحانه وتعالى على ما أعطى وقسم وأشكره على ما أولانا من النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له شهادة تنجيقا إلها من الألم وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبدوه ورسوله شرف الله به المرسلين وبه ختم اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الفضل والكرم أما بعد عباد الله اتق الله يا ابن آدم يا من أتعبت نفسك في الدنيا وهي دار هم وغم وسقم ويا من ضيعت حقوق الله وصرت لا تعقل ولا تفهم ويا من حللت محارم الله وفعلت كل فعل محارم أين أنت من من بكى من خشية الله وتألم ويا من نسجت أكفانه بالغيب وهو لا يدري ولا يعلم أين أنت من قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع إذا ما الليل أظلم ويحك يا مسكين تطمع في البقاء وركن شبابك قد تهدم فتب إلى الله توبة نصوحا ما دام العمل يستغنم يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إخوة الإيمان والإسلام منذ أيام قليلة ودعنا شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار ودعنا شهر التوبة فحري بمن تاب أن يثبت على التوبة وحري بمن أقبل على طاعة الله أن يثبت عليها وحري بمن أقلع عن معصية الله أن لا يعود إليها بعد رمضان لأن الأعمال بالخواتيم ومن يحب أن يرى في صحائف أعماله يوم القيامة ما لا يسره بل يسوءه كيف يكون موقفك إذا أعطيت صحائفك يوم القيامة وقرأت فيها ما عملت من معاص فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن العز والرضوان في طاعة الرحمن وأن الذل والهوان في معصية الملك الديان فإياكم والحرام لا في رمضان ولا بعد رمضان ولا في أي يوم من أيام العام وقد قال بعض الصالحين كل يوم لا أعص الله فيه هو عيد لي لماذا يفرح المؤمن بالعيد لأنه أتم عبادته لله عز وجل فيرجو قبولها وكم هي فرحته كبيرة عندما يرى يوم القيامة في صحائف أعماله أنه عمل كذا وكذا في رمضان وأن الله تعالى قبل منه كم هي سعادته عظيمة عندما يرى أعمال البر والخير مسطرة في صحائف أعماله بعض الناس للأسف لا يثبتون على الطاعة قد يقبل عليها في رمضان وما إن ينتهي رمضان حتى يعود إلى معصية الله يقبل على الصلاة في رمضان ويترك الصلاة بعد رمضان يا ويله من الله أما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج مر على قوم والملائكة تكسر رؤوسهم بالصخر ثم تعود رؤوسهم كما كانت ثم تكسر ثم تعود كما كانت فسأل جبريل عليه السلام قال هؤلاء الذين كانت تتساقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة حتى هذه الواجبات لا يثبتون عليها وأما السلف الصالح فلنا فيهم أسوة حسنة كانوا يجدون في العبادة كانوا بحيث إذا قيل لأحدهم القيامة غدا ليس عنده ما يزيده على عمله وصل إلى الغاية في العمل للآخرة استعدوا وأعدوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تعلقت قلوبهم بطاعة الله فصاروا يتلززون بأدائها هذا التابعي الجليل سابت البناني كان يحيي الليل بقراءة القرآن وكان يصوم الدهر وهو الذي قال كابت الصلاة عشرين عاماً وتلززت بها عشرين عاماً في البداية كان يكابد فلما ثبت صار يشعر بتلك اللذة صار يرتاح عند القيام إلى الصلاة وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لبلال الحبشي عندما كان يأمره بإقامة الصلاة كان يقول له أرحنا بها يا بلال يجدون الراحة في الصلاة وجدوا حلاوة الإيمان وجدوا حلاوة الطاعة وقد روى الحافظ أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء أن الذي ألحد ثابتاً البنانية في قبره قال أنا والذي لا إله إلا هو الحد ثابتاً البنانية في قبره واللحد هو تجويف في جهة القبلة وهذا في الأرض الصلبة يحفرون القبر ثم يحفرون تجويفاً في جهة القبلة فيضعون الميت هناك ثم توضع الأحجار عند اللحد ثم يلقى التراب قال أنا والذي لا إله إلا هو الحد ثابتاً البنانية في قبره فلما سويت اللبن أي الأحجار وقعت لبنة إلى الداخل هممت لأخذها فإذا بي أرى ثابتاً البناني قائماً في قبره يصلي فقلت لصاحبي تعالى وانظر فقال له اسكت فسوينا اللبن ودفناه ثم ذهبنا إلى ابنته قلنا لها ماذا كان يفعل ثابت في حياته ما هو الشيء المميز الذي يختلف عن غيره قالت وماذا رأيتم فأخبرناها قالت لهما إن أبي كان يحيي الليل لخمسين عاماً يصلي النافل لله عز وجل وهو يتلذز بطاعة الله فإذا صار وقت السحر أي قبل الفجر رفع يديه وقال اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في القبر فأعطنيها قالت فما كان الله ليرد دعاءه سابت سبت على صلاة النافلة خمسين سنة يحيي الليل بطاعة الله عز وجل وبعض الناس في هذا الزمن لا يسبتون على الصلوات الخمس على الفرائض يضيعونها لأتفه الأسباب والعياذ بالله تعالى والمؤمن شأنه أن يستزيد من الخير لا سيما من طلب علم الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة فتوبوا إلى الله عز وجل ومن تاب فليثبت على التوبة قبل أن يأتي يوم يغلق فيه باب التوبة قبل أن يعاين ملك الموت عزرائيل وملائكة العذاب وقبل طلوع الشمس من مغربها وقبل أن تصل روحه إلى الغرغرة عندها لا تقبل منه توبة فاسبتوا على طاعة الله واستعدوا لملاقات ملك الموت عزرائيل مَثِّلُوا أَنفُسَكُمْ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ وَقُبُورَكُمْ بَيْنَ الْقُبُورِ وَكُونُوا دَائِمًا مُسْتَعِدِّين لتلك اللحظة وإذا وجدت أن الدنيا تزخرف لك مباهجها والشيطان يزين لك عملك فعليك من الإكثار من ذكر الموت فقد قال عليه الصلاة والسلام اذكروا هازم اللذات الموت هازم اللذات أي الذي يقطعها بسرعة يتخطف الإنسان من بين أهله وأحبابه يقطع عليه أمله الذي أمله في هذه الدنيا وكان أمله طويلا ولكن الأجل كان أقرب مما هو يظن ويتوقع نسأل الله تبارك وتعالى أن يسبتنا وإياكم على طاعته وأن يدخلنا الجنة بلا عذاب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير هذا وأستغفر الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله النبي المعتبر عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وليخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية سبحانه وتعالى وليخواننا الذين لا يتكلمون العربية وليخواننا الذين لا يتكلمون 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 بعض الناس لا يمكنون أن يستثق من في تقنية المعطلة بالمسلمة عندما يتكلمون عن المرحة صلى الله عليه وسلم في المرحة الإسراء والمعراج عندما يتكلمون بعض الناس وكان يرى أنهم بهم بهم وهم بهم 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 بحضل solution will be and so when he asked he told him those are people of your nation whose heads felt heavy to get up and perform the obligatory prayers while if we look at the predecessors those who lived in the first 300 years after the prophetic immigration as salaf we find them ready to face this at any time some of them reach the maximum in their work for the hereafter to an extent that if it were to be said to them tomorrow is the day of judgment they cannot add to what they are doing amongst the acts of goodness for the hereafter they have occupied their time utilized their time in acts of obedience one of them is who used to recite the whole Quran at night and he used to fast most of the days of the year he said for 20 years I was opposing myself struggling with myself to pray and he was praying but he was challenging the devil for 20 years he said then I started enjoying the prayer for the next 20 years that when the person starts feeling that taste of the act of worship he becomes delightful when he performs the act of obedience when he prays he finds comfort exactly as the prophet sallallahu alayhi wa sallam said to Bilal meaning make the iqamah let us find our comfort when we pray when the believer reaches the stage when he finds tranquility serenity and comfort in the prayer that when he starts enjoying the prayer this person thabit al-bunani when he died the one who placed him in the lahad the lahad is a cavity in the grave in the hard soil a cavity in the direction of the qibla they place the deceased in it then they put the bricks then they put the soil after that the one who put him and placed him in the lahad in his grave he said i swear to Allah i was the one who placed thabit in his lahad in his grave when i put the bricks to cover the lahad one brick fell inside i wanted to get it and i was astonished when i saw thabit standing in his grave praying he called his friend and said to him come and see what i'm seeing he said be quiet let us finish our job they buried him then they went to his daughter and they asked her tell us about thabit your father what did he used to do in this life and she said what did you see they told her she said my father used to stay all night praying the optional prayers for 50 years and when it is the time just before dawn he would raise his hands he would raise his hands and ask allah subhanahu wa ta'ala saying oh allah if you were ever to grant someone the virtue of praying in the grave i ask you to grant me that virtue and she said allah wouldn't have rejected his supplication for 50 years he used to pray the optional prayers and some people these days is not steadfast on performing the five obligatory prayers and let us know that one will be judged by his ending deeds so if one stops praying he commits sins he might die in that situation and how miserable his end will be in that case we ask allah to keep us steadfast on performing the acts of obedience and to gather us in paradise without prior torture ameen وعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال ربنا وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا زنوبنا وإصرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا زنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همًّا وكربًا إلا فرّجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم وجهنا للخير حيث ما توجهنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته يا رب عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا وجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموت راحةً لنا من كل شر يا رب العالمين يا الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى والإخلاص في النية والقول والعمل وارزقنا حسن الختام والفوز بدار السلام بأمان يا رب العالمين يا الله اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعزبنا فإنك علينا قادر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تزكرون وأقم الصلاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر